تخطط الصين لإرسال صاروخين إلى القمر بحلول عام 2030 يحمل أحدهما المركبة الفضائية التي ستهبط على السطح وينقل الآخر رواد الفضاء هذا وذكرت وسائل أعلام حكومية اليوم أن كل الصاروخين سيدخلان مدار القمر على أن يدخل رواد الفضاء مركبة الهبوط على القمر بعد نجاح عملية الالتحام واحتدم سباق لإرسال رحلات مأهولة إلى القمر في السنوات الأخيرة حيث تتطلع كل من الصين والملايات المتحدة إلى الموارد المعدنية المحتملة على سطح القمر